الكتاب المقدس الكتاب المقدس يتكلم عن التجارب وأنه ليس مرة ومرتين المسيح تجرب في البرية في الصحراء وتجرب في بستان جت سماني كان بصارع كان بجاهد وبعدين الكاتب إلى العبرانيين كاتب عنه عبارة عامة يعني وكبيرة شوية مجربا في كل شيء لكن طبعا بلا خطيئة كيف نعمل التوازن بين هذه الكلمات بين أن المسيح واجه التجارب لكنه لم يخطئ جميل برضو إجابة على هذا السؤال أخ نزار أنا هتكلم في ثلاث يعني عنوين صغيرة تحت العنوان الكبير العنوان الأولاني طبيعة هذه التجارب أكانت من داخله أم أتت من خارجه الحقيقة واضح قوي أنه الفرق الكبير بين شخص المسيح وبيننا أنه عندما جرب كانت تجاربه تأتي من الخارج وليست نابعة من الداخل يعني مثلا أي إنسان فينا إبليس يزين أمامه شهوة أو خطيئة فيه حاجة بتتحرك جوه الإنسان لكي ترتكب الخطيئة الرب يسوع له المجد تجاربه كانت كلها من الخارج لم يوجد فيه جهاز استقبال حتى يتجاوب مع هذه الخطيئة عشان كده حضتك أشرت وهو قال يعني في أول ظهوره العلني أتى إبليس وقبل الصليب أتى إبليس بس هو قال عبارة في غاية الجمال وهو متجه للصليب أعتقد أيوة هي إنجيل يوحنى أصاح 14 الآية الأخيرة رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء يا سلام يعني بيقولها وهو لسه داخل للصراع بستان جستيماني هو عايز يقول ممسكش علي حاجة محركش جوايا من الخطيئة وهو جاي دلوقتي ومع كل الألم والاعتصار اللي هتعصره في البستان وإن عايز أتكلم عندي حالا قصة البستان إلا إنه لا يجد فيه شيء وعندما أعلق على الصليب لن يكون فيه شيء دي أول واحدة طبيعة التجارب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة